نهارده الحقيقة كان في اجتماع لمجلس ادارة النادي الاهلي كان يترقصه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بعدما تم تفويده من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي لادارة هذه الجلسة كنائب رئيس النادي الاهلي اتخذت بعض القرارات الهمة في هذا الامر خلينا نطلع نشوف أهم القرارات اللي تم اتخاذها في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الفقرات كل التحية لحضراتكم مشاهدين الكرام عبر شاشة قناة النادي الأهلي وجمهور العظيم ومواقع التواصل الاجتماعي حسابات النادي الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي نستعرض في دقائق المقبلة يعني مجموعة من أهم وأبرز قرارات مجلس الإدارة التي رشحت عن اجتماعه المنهقد يوم الاثنين 19 ديسمبر 22 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المفوض من قبل الكابتن محمود القطيب رئيس النادي الأهلي الموجود خارج البلاد الحقيقة أن المجلس استعرض العديد من القرارات والأعمال منها النشاط الرياضي ومنها الإنشائي والاجتماعي الخاص بالأعضاء فيما يتعلق بالنشاط الرياضي المجلس وافق على الاشتراك في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المقامة خلال شهر إبريل المقبل للرجال والسيدات وهتكون في مصر إن شاء الله النادي الأهلي صاحب البطولتين المهمتين للرجال والسيدات وننتظر إن شاء الله الفوز كما عودنا في هذه البطولة وأيضا وافق المجلس على اشتراك الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في البطولة العربية في شهر فبراير المقبل كمان تم تكليف السيد محمد الغزاوي كرئيس للجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية لكرة اليد التي يستضفها النادي خلال شهر إبريل أيضا المقبل للرجال والسيدات المجلس أيضا من القرارات المهمة وافق على إعادة تشكيل وضم خبرات متنوعة لمجلس إدارة شركة الأهل لخدمات صحية اللي هي برئاسة السيد الوزير يحيى راشد لتضم كل من الوزير خالد نجب والسيدة ريهام عز الدين عبد الرحمن الصاوي وأيضا الأستاذ خالد لطفي العطار والأستاذ المياء مختار مجموعة من الخبرات المتنوعة لخدمة هذه الشركة في ظل رؤية مجلس الإدارة الحقيقة في الاستعانة بالكفاءات في الشركات الخاصة بالنادي اللي أعلن عن تأسسها وانطلق الحقيقة العمل بها قبل شهر أيضا اليوم تم استعراض ملف الإنشاءات المجلس اجتمع مع المهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي لمجلس الإدارة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات والإنشاءات في فروع النادي الأهلي المختلفة خاصة في فرع الشيخ زايد اللي كان فيه اهتمام كبير بالحقيقة عملية متابعة المبنى الاجتماعي اللي هيخلص فيه غضون أيام الانتهاء من مبنى الأكاديميات تطوير المنطقة اللي هتكون بين الأكاديميات أو مبنى الأكاديميات وبين المبنى الاجتماعي المنطقة المحصورة تجهزها كحدائق ويلاندسكيب وأماكن جلوس للأعضاء لتليق كمان تطوير مجمع حمامات السباحة وتزويده بأماكن خاصة لزوي الهمم وبحمامات أعلى حمام السباحة لتخدم السادة الأعضاء الحقيقة جهود كبيرة واهتمام كبير بفرع الشيخ زايد الحقيقة كمان تجهيز الجراش الخاص بالأكاديميات والمسجد الجديد اللي هيتم افتتاحه خلال أيام قليلة وتجهيز هذه المناطق لخدمة الأعضاء كمان هيكون فيه جراش للأكاديميات خاص بالزوار الأكاديمية من البوابات الخاصة بالأكاديمية لأن المبنى الاجتماعي في غدون أيامها ينتهي ولجراش خاص المبنى مقام على 1200 متر أيضا تم منقشة الاستعدادات لإفتتاح فرع القاهرة الجديدة في غدون أسابيع الفرع تابعنا خلال أيام الماضية عملية الزيارات الميدانية اللي أنبيها الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والانتهاء من عمل التنسيق والرصيف ورفع كفاءة الطرق المحيطة كمان في زيارات الحاسد الأعضاء الآن بيذهبوا لزيارة الفرع والمسؤولين عن الفرع بيستقبلوهم موجود كمان زمل من موظف الاشتراكات للراغبين في الانضمام لعائلة النادي الأهلي في حل قيامه بزيارة إلى فرع القاهرة الجديدة الموجود في التجمع الخامس لينضم إلى عائلة النادي الأهلي بيمكن للبعض زيارة الفرع والمعينة على الطبيعة هذا المكان اللي يمثل نقلة نوعية وإضافة كبيرة جدا للمنشآت في النادي الأهلي أخيرا في الجزيرة الحقيقة وافق المجلس بعد مناقشته مع المسشار الهدسي المهند السمح علي كامل على إنشاء غرف لخلع ملابس صالة الكاراتي الصالة موجودة بالقرب من استاد التتش وكانت بحاجة إلى غرف خلع ملابس تليق باللعبين واللعبات أبنائنا المجلس استجاب على الفور وسيتم إنشاء يعني غرف لخلع الملابس كمان نذكر قبل من نسيب حضراتكم لشيء بالشيوز كانت خبر مهم الحقيقة مجمع حمامات سباحة الموجود في الجزيرة ونظرا لكثرة مرتديه وعملية التدريب اللي بتتم فيه الحمام والسادة الأعضاء المجلس من فترة كان تعاقد على حق استغلال أو استخدام مجمع حمامات سباحة الخاصة بالتربية والتعليم المجاور للنادي على طول في المعلمين الآن بيتم إعادة التجهيز والتطوير على أعلى مستوى إن شاء الله في غضون شهور بسيطة سيتم استلام المجمع ليبدأ السادة الأعضاء في استخدامه كمان سيكون مزود بمنفذ ومنافذ مختلفة لخدمة السادة الأعضاء وكأنه جزء من النادي لأنه فعلا امتداد للنادي فالعمل بيتم فيه على قدم وساق إن شاء الله لتخفيف الضغط والعب عن مجمع حمامات سباحة الموجود في الجزيرة وتوفير مكان يليق أيضا بعضاء النادي الأهلي لممارسة رياضة السباحة وخدمة السادة الأعضاء دي كانت مجموعة من القرارات اللي خرجت من مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد يوم الاثنين ساعتاشر لسابر عشرين اثنين وعشرين لأشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء هي قرارات هامة جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة هامة هذه القرارات كلها هي قرارات مهمة جدا ولكن عقدت لجنة إنشاء فرع للنادي الأهلي بالعالمين اجتماعا مطولا مع لجنة المستثمرين القائمة على المشروع في الوقت الراهن لبحث كافة التفاصيل وشروط التعاقد والحقوق المترتبة للنادي في ضوء ذلك تمهيدا للعرض على مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع المقبل الحقيقة إذا كنا بنتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي وما يفعله مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة زي ما حضراتكم شويفين نهاردة الاجتماع أهم ما كان فيه هو كيفية خدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة من خلال رفع كل الكفاءات أو رفع كفاءات كل الإنشاءات الموجودة أو اللي هي بقالها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة وأيضا عمل إنشاءات جديدة بالشكل المتطور اللي الكل بيرغف أنه هو يشاهد مثل هذه المباني النهاردة في الشيخ زايد زي ما حضراتكم سمعين وشايفين اهتمام كبير بما يحدث في الشيخ زايد أيضا اهتمام كبير بما يحدث فيه أو بالتطوير اللي بيحصل فيه الشيخ زايد ومدينة نصر ومقر النادي الأهلي في الجزيرة وأيضا إن شاء الله قريبا جدا حضراتكم خلال الأيام القليلة القادمة هنسمع متى سيكون افتتاح فرع القاهرة الجديدة أو مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة قريبا جدا إن شاء الله سيتم افتتاح هذا الفرع وهو بالفعل هناك بعض الأعضاء اللي موجودين فالحقيقة مجلس الإدارة بيشتغل في كل مكان وبيشتغل على كل الأصعيدة كورة وسلة وطيرة ويد وألعاب رياضية وأيضا على الجانب الآخر كل الإنشاءات زي ما حضراتكم شايفين والتطور الإنشاء الملحوظ الحقيقة فيما يحدث فيه مقرات النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت الفترة اللي قبل كده لو حضراتكم فاكرين الإسبوعين 3 اللي فاتوا حقوق الرعاية النادي الأهلي من خلال المؤتمرات المحترمة الحقيقة اللي ظهرت علينا خلال الفترة السابقة وكانت دائما ما بتنقل على شاشة قناة النادي الأهلي عشان كده بقول لحضراتكم الحمد لله والشكر لله مجلس الإدارة بيتحرك في كل الاتجاهات مجلس الإدارة بيطور كل المجالات اللي بيستطيع أو اللي هو وعد الأعضاء أو وعد عائلة النادي الأهلي أن يتم التطور فيها وأنه هو إن شاء الله قريبا جدا جدا إن شاء الله يتم افتتاح مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة